خلي بالك المواطن هنا والمتابع هنا اعرف حقيقة لو انت في لحظة من اللحظات كنت فاكر لاخوان دول ناس يعني ودتهم صوتك وروحت وراهم ومشيت وراهم زي القطيع وديك شفت محمد مرسي رايح يهدد وزير الدفاع في مقر المخابرات الحربية وفي حضور مدير المخابرات الحربية بيهدد بمعنى كلمة التهديد تخيل اليوم ده لو انت خدت اي قرار كان ممكن يحصل ايه بس هنا نترحم على روح البطل المشير طنطاوي هذا الرجل انقذ مصر بجد لانه قدامكم ده الدولة كانت شايفة وشايفين المسلسل وشحنة السلاح وصفة حجازي رايح بعربية من رئاسة الجمهورية عربية رئاسة رايح بيها عشان ياخد شحنة السلاح اللي جاي من برة المخابرات العامة رصدها واللي جاي على ميناء اسكندرية والله احمد عز راصد ومتابع مع رجال مخابرات العامة شحنة السلاح اللي جاي من احدى الدول كونتينر تقريبا وزنه 20-30 طن في سلاح داخل مصر وخرط الشاطر جاي له السلاح وصفة حجازي واخد عربية رئاسة عربية رئاسة الجمهورية عشان السلم شحنة السلاح يا قتله زي ما كانوا بياخدوا عربية رئاسة في ارهابي اسم مرجان سالم ارهابي مرجان مصطفى سالم كان عملت معه لقاء في 2013 اغترته بعدها من ال ما كملناش الحلقة يعني مرجان سالم ده كان بيروح سيناء يلتقي العناصر الارهابية بعربية من رئاسة الجمهورية مش بقولكوا وسر معروف الوقت ده الكلام ده فاكرين حافظ على الخاطفين والمخطفين والسبعة واللي حصل والكلام ده ده كان فيه مأمورية اترصد مكان الارهابيين اللي خطفين ولادنا السبعة جنودنا اللي كانوا خطفينهم ايام في مايو 2013 ومأمورية رايحة وحددوا المكان عشان يحرروا ولادنا ويتعاملوا مع الارهابيين محمد مرسي قالك لا ما تروحوش ما حدش يطلع بعد ما خلاص انت طالع تحرر وراح تجيبهم لا ما تطلعوش ده نيه الامة اللي شفناها دي والاخطر محمد مرسي وبتكلم على هنولع مصر انتوا عارفين يعني يا الاخوان هيعملوا ايه هيولعوا البلد عشان ايه عشان كرسي مش عشان عايزين حق بقى بلد مهموش هو مين يموت وقلناها وبنقولها طول الوقت مرسي قالها لو انت مش سامع او مش دريان او كنت مش مسد او بتقول ده بتحكوا علينا اصومبي الاخوان دول كويسين وهم بنشرطان الاخوان محمد مرسي بنفسه هذا الجاسوس القاتل قال لك هنولع مصر البلد دي هتولع عشان ايه عشان الكرسي